ننتقل إخواني الكرام للحديث عن السنة الثانية وهي سنة التراويح إذن الحديث عن السنة الثانية وهي سنة التراويح طبعاً كثير من الناس من يكثر الكلام في التراويح وكم ركعة هي وبعضهم من يجعلها أفضل وأعظم من الصلوات الرواتب وهي من نوافل الصلوات وهي من قربة من القربات فلابد من إيضاح حقيقة هذه الصلاة لا شك أن لها فضيلة كبيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمان واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه والتراويح جزء من قيام رمضان هي سنة ومن السنة للنوافل الدليل على سنيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان في ليلة ليلتين أو ثلاثاً للجماعة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فرآه بعض المسلمين فاقتدوا به فأطال بهم الصلاة في اليوم الثاني تحدث الناس بأن النبي صلى في الليلة الثانية خرج الجماعة أكثر من الليلة الأولى فصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية كثر الناس حتى غص المسجد بالمسلمين فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان صلاة الفجر صلى الفجر بعدما صلى الفجر قال أما إنه لم يخف علي مقامكم ولكني خفت أن تفرض عليكم فلا تستطيعونها فلم أخرج وهذا الحديث في الصحيحين صلاة التراويح بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يصلي بالناس التراويح فكان كل واحد يصلي لوحده منفردا وكان بعضهم يصلي واحد يصلي خلفه اثنين أو يصلي واحد يصلي خلفه النفر وبقي هذا الحال إلى آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وجزء من عهد عمر رضي الله عنه يوم من الأيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر في المسجد فرأى الرجل يصلي لوحده والرجل يصلي خلفه النفر فقال لو جمعتهم على إمامه لكان أمثل أفضل كون العلة بأن خشت أن تفرض الصلاة قد ذهبت هذه العلة فنافلة والكل يعلم أنها نافلة فنجمعهم على إمام واحد فأما بهم أبي بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ركعة في رمضان نعم وقال طبعا بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غير رمضان ثمانية ركعات وثلاثة وتر أحد عشر ركعة وفي رواية عائشة الأخرى ثلاثة عشر ركعة وهنا عمر صلى عشرين الإمام ابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى هذا يتعلق بطول القيام وقصره فكلما كانت قيام طويلا والقراءة طويلة قل عدد الركعات وكلما كان القيام قصيرا كثر عدد الركعات نعم لذلك أهل المدينة كانوا يصلون في عهد السلف ستة وثلاثين ركعة تراويح وأهل مكة يصلون عشرين تمام والبعض يصل لثمانية وهذا يختلف باختلاف طول القيام وقصره ولا يعب مسلم على مسلم في هذا الأمر وهو قضية نافلة لو النبي صلى الله عليه وسلم بالأصل تركها كي لا تفرض على الناس فلماذا نحن نتقاتل ونتصارع من أجل كم عدد الركعات التي تصلى وتكتب الكتب ويرد الرادون ويبدع المبتدعون بعضهم البعض في شأن هذه الصلاة نعم الإمام الغزالي يناقش موضوع صلاة التراويح يقول اختلفوا في أن هل الجماعة أفضل أم الانفراد يقول وجمع عمر رضي الله عنه الناس عليها في الجماعة حيث أمن من الوجوب بالقطاع الوحي فقيل إن الجماعة أفضل لفعل عمر رضي الله عنه ولأن الاجتماع بركة وله فضيلة بدليل الفرائض ولأنه ربما يكسل في انفراد وينشط في مجاهدة الجمع وقيل الانفراد أفضل لأن هذه السنة ليست من الشعائر كالعيدين فإلحاقها بسنة الضحى وتحية المسجد أولى ولم تشرع فيها جماعة يعني تحية المسجد والضحى ولأن الرياء والتصنع ربما يتطرخ إليه في الجمع ويأمن منه في الوحدة فهناك رأيان في هذه المسألة يقول والراجح والمختار أن الجماعة أفضل كما رأاه عمر رضي الله عنه فإن بعض النوافل قد شرعت فيها الجماعة وهذا جدير بأن يكون من الشعائر التي تظهر وأما الالتفات إلى الرياء في الجمع والكسل في الانفراد عدول عن مقصود النظر في فضيلة الجمع من حيث إنه جماعة إذن هذا رأي الإمام الغزالي وهو رأي متوسط نموات أدل نموات أدل ترجمة نانسي قنقر